تعالوا بقى نروح على مقر النادي الأهلي بالجزيرة حيث تتواجد زميرتنا العزيزة النورهان طمان اللي حتعرفنا على آخر الأخبار والمستجدات نورهان صباح الفل عليك اتفضلي يا صباح الخير يا كريم وصباح الخير يا نهان وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي طبعا في كل مكان احنا هنا من مقر النادي بالجزيرة طبعا زي ما عودناكم نطلعكم على الأجواء والأخبار عن الفرق المختلفة للنادي لجواء يمكن الجو حار بعض الشيء في الساعات الأولى من صباح اليوم وطبعا أبواب النادي استقبلت الأعضاء في الساعات الأولى وطبعا العاملين استقبلوا الأعضاء بكل ترحاب كالعادة وكعادة العاملين كل صباح نروح بقى طبعا لأخبار الفريق الأول لكرة القدم اليوم استمرار أو استقناف تدريبات الفريق وطبعا تحت قيادة مرسيل كولر المدير الفني للفريق وطبعا بعد راحة طويلة كان معسكر ناجح جدا لللاعبين وتمرنوا أيضا بالأمس هنا على ملعب التتش لكن النهاردة هيشهد عودة الرباعي الدولي محمد شناوي محمد بن منام محمد هاني وأيضا مروان عطية للتدريبات مرة أخرى بعدما كانوا حصلوا على راحة سلبية من قبل المدير الفني بعد طبعا مشاركتهم مع منتخب مصر أمام أسيوبيا في المباراة اللي أقيمت ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد كمان خلينا أقول لكم أنه يمكن طبعا مستر مرسيل كولر النهاردة هيخوض طبعا مران اليوم وهيتكلم مع الجهاز الفني واللاعبين بشأن طبعا مباراة السوبر الأفريقي اللي هتقام إن شاء الله يوم 15 سبتمبر الجاري في المملكة العربية السعودية طبعا أمام اتحاد العاصمة الجزائري مستر مرسيل كولر هيتكلم عن أهمية إنك تبدأ الموسم بطبعا بطولة بطولة السوبر الأفريقي والبطولة المحببة لجماهير النادي الأهلي وطبعا كمان أحمد جبالة طبيب الفريق هيستأنف أو هيبدأ مهام عمله اليوم بعد الإعلان الرسمي بتعينه خلينا نقولكم بقى طبعا ونروح لأخبار الأعاب الأخرى وطبعا كرة اليد وسيدات اليد فازوا على الزهور في المباراة اللي أقيمت ضمن المنافسات طبعا بطولة منطقة القاهرة وكمان يمكن طبعا فازوا قبليها في المطش القبلي على مركز شباب الجزيرة ومباراة الزهور كانت أقيمت على ملعب على صالة الأمير عبدالله الفصل هنا بالنادي الأهلي بالجزيرة وسيدات الأهلي قدموا عرض قوي جدا أما بقى على صعيد الناشئين فطبعا فريق 2008 فاز على ضيفه لفينا في طبعا المباراة اللي أقيمت على ملعب نادي الأهلي بمدينة مصر بثلاث أهداف دون رد طبعا ضمن منافسات بطولة الجمهورية وسجل الأهداف بلال عطية هدفين وعبد الرحمن مانو مانو هدف أما بقى يمكن طبعا آخر خبر معنا وده طبعا يعني إسناف للأنشطة المختلفة هنا داخل نادي الأهلي سواء بالجزيرة أو بالشيخ زايد أو بمدينة مصر أو حتى طبعا بفرع التجمع فاز جروب عشاق نادي الأهلي على رواد نادي إسبوردنج في مباراة يمكن طبعا أقيمت تحت وجود السيد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وطبعا جروب عشاق الأهلي فاز بثلاث أهداف مقابل هدفين وطبعا المباراة كانت تحت إشراف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقرع نادي الأهلي بي الجزيرة شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الستودي احنا لبنشكرك يا نورهان على هذه التغطية المتميزة كالعادة شكرا جزيلا لك